السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم نكمل في موضوعنا البرمجة كنا احنا اتكلمنا عن موضوع اللي هو وقلنا كيف احنا ممكن نبني كيف ممكن نعمل ديزاين للكلاس ذكرنا بعديك احنا كيف ممكن تكون العلاقات ما بين اليوم نتكلم عن اللي هو الربر زي ما ذكرنا سابقا في عنا اللي هو اللي برميتف داتا طيب موجودة وقلنا انه اللي برميتف داتا طيب لا تعتبر اوبجيكس لكن غالبا لما احنا نكتب البرامج بالذات باستخدام لغة الجافة بالزمن ان نتعامل مع اللي برميتف داتا طيب كوبجيكت فالحل في هذه الجزئية ان احنا نحول اللي برميتف داتا طيب لا اوبجيكت فمثلا لو انا نتكلم عن انتجار مثلا قيمته 45 فالمفروض يكون الانتجار هذه ال 45 قيمة مش كمتغير لحال ولكن هو عبارة عن جزء من اوبجيكت متكامل فالجافة عادة بتعطيني شغلة ما نسميه اللي هو الربر كلاسز لكل برميتف داتا طيب يعني كل برميتف داتا طيب حللاقي انه في رابر كلاس معرف له بحيث انه هذا الكلاس بيحتوي في داخله اللي هو القيمة العددية اللي احنا بدنا اياها ولكن بتكون كاوبجيكت فبشكل العام في انه حيكون فيه بوليان الكاركتر والشورت والبايت والانتجار واللونج والفلوت والضبل هذه عبارة عن كلاسز طبعا الاختلاف ما بينها وما بين اللي هو البيمتف داتا طيب حلاحظ انه الكاركتر الاول من كل اللي هو كلاس يعتبر لكن في حال البيمتف داتا طيب كان نستخدم اللي هو اسمه الاتر فيه يعني شغلات عامة ممكن نعرفها عن اللي هو بداية الرباء كلاس ايضا تعتبر يعني الداة اللي فيها اول ما نعملها او نعطيها ايضا اللي هو Value of the class يعني مش هيكون فيه عنده اكتر من اه اكتر من Value وانما فقط Value واحدة هذي اللي هو ال الدياجرام لنوعتين اه من الرباء اللي هو الانتجار والضبل اه زي ما حايا شايفين فيه عندنا اللي هو البيمتف داتا اللي هي عبارة عن ال Value بالنسبة طبعا للانتجار اه كلاس طبعا معظفة كانتجاه في عنا ايضا اللي هو الـ maximum value والـ minimum value بعد ذلك في عنا اللي هو الـ constructors زي ما قلنا انه الـ constructors طبعا ما فيش عنا نوع argument constructors فحللاحظوا ان الـ constructors عنا او في اتنين constructors الواحد الاولاني بياخد كـ argument اللي هو انتجاه value والتاني بياخد كـ casting يعني معناته الكونستركتور تاع الانتجار كلاس ممكن ياخد اللي هو الفاليو نفسه او انتجار وبعد ذلك في عندي مجموعة من الميثودس حنتكلم عنهم ان شاء الله نفس الفكرة بالنسبة للو كلاس تقريبا بنفس الامر تاع اللي هو الانتجار خلينا نشوف كيف احنا ممكن نتعامل معهم بداية المكونات لكلاصيز هي عباة عن مجموعة كونستركتورس وفي عنا two constants اللي هي maximum value وال minimal value وفي عنا اللي هو الconverging method يعني معظم لكلاصيز اللي حنشوفها تعتضربها لكلاصيز بالذات تاعari اللي هو تاعไดه هي النمر trailzę data type هتكون تتكون من constructors وكلاس كونستركتورس وهو الكوناس كونستركتورس فمثلا عنا في البداية احنا ممكن طبعا نعمل او نوجد نعمل كرياشن لأبجيكت من الهو رابر كلاس طبعا من البيميتف داتا تايب او من السترين وهذا الكلام احنا ذكرنا لانه ذكرنا انه الهو الكنستركتور ان كان الانتجا او كان الضبل طبعا هنا احنا بنحاول نتكلم كامثلة على الانتجا والضبل مع انه هذا الكلام بنطبق على باقي اللي هو رابر كلاس تاعت الفلوت والبايت والشورت واللونغ تايبس فحلا احظنا في هنا زي ما ذكرنا بداية اللي هو الانتجار مثلا عبارة عن كونستركتور ممكن ياخد الانتجار value او سترينج ايضا اللي هو الضبل نفس الفكرة ممكن الكنستركتور تاعت الضبل كلاس ممكن ياخد الهو ضبل value او سترينج فهنا مثلا عرفتنا من الانتجار كلاس الابجيكت واحد انتجار object new طبعا استخدمنا انتجار 90 فاصبحت الان التسعين كقيمة موجودة في الانتجار object واحد لكن الانتجار object واحد يعتبر عبارة عن object الان object of type اللي هو انتجار نفس الفكرة الابجيكت اتنين لكن الابجيكت اتنين زي ما احنا شايفين اعطنا له اللي هو string لان احنا قلنا الكونستركتور ممكن ياخد اللي هو الفاليو كانتجار او اللي هو سترينج طبعا السترينج بتم تحويلها لانتجار نفس الفكرة بالنسبة للضبل كلاس لما انا ممكن استخدم القيمة العددية الفاليو او اللي هو السترينج مع اللي هو تعريف اللي هو الابجيكت تاعت الضبل كلاس بالنسبة للنملكة او value او اللي هي maximum value او minimum value طبعا ال maximum value بتتمثل هي اعلى قيمة ممكن يحتويها اللي هو الابجيكت كطائب والminimumum value نفس الفكرة فالان لو استخدمنا احنا مثلا هنا مع جملة print line اللي هو انتجار dot max value طبعا ال max value والminimumum value تعتبر وبطبعا السترينج تعالي احنا اishing Mm im able who hascentric members احنا ممكن نتعامل معهم من خلال שהוא اسم declarations زي ما احنا شايفين ايضا ايضا ما ننسى طبعا هذه الاسترينج تعتبر ايضا public فانا عشان سيك ممكن انا systemsanz grow forward with informational value هذي معناتها قاعد بقى اطبع الماكسيمان فاليو للانتجا والمنوم فاليو طبعا ايضا من نسبة الفلوت والشورت والبيت. بنسبة الكونفيرجين ميثود طبعا اه كل اه نيومريك رابر كلاس يعني كل كلاس بعمل عملية او بيحتوي على مجموعة من الكونفيرجين ميثود اه هذي الكونفيرجين ميثود اه بتحول الوبجيكت من رابر كلاس تو اللي هو بريميتف داتا يعني بتحول داتا الموجودة عندي اللي هو قيم عددية ولكن القيم العددية هذي ممكن تكون مش فقط لنفس النوع وانما ممكن تكون الانواع التانية فمثلا في عندي انا هنا اوجدت اوبجيكت ماي فاليو من نوعية اللي هو الضبل وعطيته قيمة سبعة وتسعين ونص طبعا حاليا اصبح في عندي المي فاليو عبارة عن رابر اوبجيكت معمول او اوجد من الهو اه دابل كلاس فانا ممكن الان اه استخدم مثلا مي فاليو ضد انت فاليو انت فاليو عبارة عن ميثود هذي الميثود بتاخد القيمة وبتحول لي اياه طبعا او بتعمل لي ريتين لا انتجار فاليو طبعا الفلوڈ فاليو بتعمل لي ريتين لا الفلوڈ فاليو شورد فالياو احتمل لي ريتين هنا شورد فالياو aur long VoII وبرضوا بتعمل لي ريتين لا деревlkه فالياو كلاس او يعمل لعم نوعية او بحتوى على كونفجيكت أو بتحول عليه تعمل لي esperando تكون الفيديو arrestين af بتحول ليى dé dispositين 아니에요 فالياو활ية او رابره كلاس او ايضا في عامنا في كل اللي هو نومريك رابره كلاس اللي هو ميثود هذا الميثود اسمها vadio of theater المثل عادة بتوجد ايه 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 بتعطيه بناء على يحنا منعطي له اياه. فمثلا هنا زي ما احنا شايفين دابل ضد فاليو اف خمسة وتسعين بون تسعة وسبين فمعناته هنا هتوجود اليه او بجيكت هذا الابجيكت ايه هتكون القيمة العددية اللي في عبارة خمسة وتسعين وتسعة وسبعين من مية. طبعا من نوعية دابل. نفس الفكرة بالنسبة لو استخدمت مع الانتجر او الفلوت او اي داتا تانية. في هنا ايضا اه مجموعة من الميثود. هذه الميثود بتعمل اللي عميته اللي هو البارسنج لنمبرز. يعني اه بتحويل للسترينج اللي هو لرقم محدد. فمثلا اه في عنا اللي هو اه هنا انا عندي انتجار اعرفت انتجار ايه. قلت له هنا انا استخدمت الميثود هذه بحيث انه تعمل بارسنج اللي هو السترينج خمسة وعشرين. طبعا السترينج هنا خمسة وعشرين يعتبر اه قيمته استرينج. فانا عايزه كقيمة عددية. فلا انه هنا البارس هتعمل لرتيان لانتجار فالو في الحالة. هذه الانتجار فالو هتخزن في الايه كخمسة وعشرين. بالنسبة للبارس انتجار ايضا اللي هو في عنا واحدة تانية اللي هو بحيث ان هتحدد اللي هو اللي هو اللي هو البيس اللي انا عايز يتم على اساس التحويل. فمثلا يعني هنا انا وضعت السترينج زي ما انتم شايفين بالبايناري. طبعا هنا حددت له انه يتعامل مع السترينج هذا في البايناري. فالان قيمة البيه هتكون عبارة عن ستة. لانه هذا العدد يمثل اللي هو ستة بالباينار. كأننا بقول له الان السترينج الموجود عندك هنا. اه يعني القيمة الموجودة فيه كعددية او اللي هو الكاركتاز الموجود فيه. المفهود تمثل قيمة اللي هو البايناري. بالنسبة له هنا اللي هو القيمة خمسة وعشرين تمانية اللي هو بتمثل اللي هو الاكتال نمبر طبعا الاكتال نمبر اه الـ 25 معاته اللي حيتخزن في الـ C هو عبارة عن الـ 21 نفس الفكرة هنا لما يكون عندي 25 ويقوله ان الـ base الموجود عندي 10 معاته الـ 25 هيتخزن زي ما هي لانه الـ 25 نفسها base 10 هنا ايضا الـ 25 لو تقوله 16 معناته اللي حيتخزن هنا اللي هو قيمة 37 لانه حيتعامل مع الـ 25 كـ hexadcimal الـ hexadcimal للـ 25 هي فعليا 37 كـ int value اذا هاي تعتبر اللي هي الـ parseInt برضو method تعتبر ايضا الـ method المفيدة في عنا اللي هو موضوع العمية الـ conversion ما بين اللي هي الـ primitive type والـ rubber class type عادة يعني في الجافا بالذات بعد 1 اللي هي الـ gdk 1.5 بتخلي primitive type و rubber class ويكون في الـ convert to mathematical يعني انا ممكن اضع القيمة العددية واخزنها بشكل مباشر في داخل الـ object بدون ما اضطر ان انا استخدم مثلا لـ new يعني وطبعا هذه العملية بسموها تنبوكسنج والعكس العملية بسموها تنبوكسنج برضو بتكون عند الصحيفة مثلا عندنا هنا زي ما احنا شايفين حتى وقلنا انا ممكن انا اعرف int object من اللي هي الـ rubber class integer وقلت له هنا new integer 2 هنا معناته حيوجد الـ object وهذا الـ object حياخد القيمة اللي هو الـ 2 هذه هي نفسه لو انا قلت له integer نفس الفكرة هنا اللي هو rubber class int object اللي هو القيمة تساوي الـ 2 يعني الان الـ 2 هذه مباشرة حيصل لها اللي يسميها الـ autoboxing يعني بحيث انه حصي متضمنة من داخل قيمة في داخل اللي هو الـ object اللي اسمه int object طبعا العملية بتساوينا برضو بطريقة عكسية يعني هنا نفس فكرة الـ autoboxing الان لما انا عرفت integer انا عرفت array زي ما احنا شايفين اسم array int array وحطت فيه ثلاث قيم شايفين تلات قيمة انا وضعناها كـ integer value لكن في الحقيقة هذه ستتخزن عندي انا كأنه في عندي انا اللي هو الـ object الاولاني بيحتوي القيمة واحد والـ object الثاني بيحتوي القيمة اثنين والـ object الثالث بيحتوي القيمة ثلاثة يعني ما اصبح عندي الـ int array هو عبادة عن array بيحتوي على ثلاثة object كل واحد منهم حيكون بيحتوي اللي هو قيمة integer اللي هي الـ 1 و 2 و 3 الان هنا العملية اللي هو العكسي او الـ reverse او الـ unboxing لما انا حاولت ان انا اطبع القيم الموجودة في الـ array اللي هي تعتبر عبارة عن objects زي ما احنا شايفين هنا int array 0 int array 1 اللي هو الـ int array 2 طبعا هادي المفروض بالنسبة لان اطبع الـ object لانه الانتظر عبارة عن array of objects of type اللي هو integer فهنا حيتعامل معها وحيتعامل مع القيمة العددية اللي موجودة في داخل كل اللي هو element من الـ array فهنا حيتعامل مع الـ 1 هنا حيتعامل مع الـ 2 هنا حيتعامل مع الـ 3 فهذا من سميها العملية اللي هو الـ unboxing اذا في عندي هنا عملية اللي هو automatic conversion ما بين اللي هو primitive type وال rubber types rubber class type في هنا ايضا في حالة ان انا كنت عايز استخدم في الحسابات بحيث انها تكون الحسابات دقيقة وتتعامل مع عقام كبيرة في عندي 2 classes اللي هو الـ big integer والbig decimal طبعا هؤلاء الـ classes موجودين من ضمن اللي هو java dot math package الـ 2 يعتبروا immutable والـ 2 يعتبروا extended اللي هو number class وبيعملوا implementation الـ comparable interface طبعا هذا الموضوع ان شاء الله حنتكلم فيه من خلال اللي هو الـ inheritance اللي هو موضوع اللي هو ايش معنى extend number والموضوع اللي هو الـ interface الـ arithmetic operation اللي ممكن تنعمل عليهم طبعا الـ add والsubtract ومثلت ايضا compare to method to compare to big numbers لاحظوا هنا ما هو الـ big decimal والـ big integer احنا مستخدم شوهو الاشارات مستخدموا انما الهو method Add subtract multiply وكمبيرتو. فهنا امثلة هنا مثلا هنا عرفت اللي هو البيج انتجار عرفت الايه قلت له نيو بيج انتجار اعطيته اللي هو الرقم هذا طبعا الرقم كبير المفروض كانتجار لواحد ومش هيقدر يعني لانه هذا اكبر من ساعة اللي هو الانتجار فهنا بستخدم مفهوم البيج انتجار كلاس ايضا البي اللي انا حابقت ان انا اضب الاثنين في بعض بدي اقول له انا واخزم في السي طبعا سيطبع بيج انتجار بقول له ايه دوت ملطيبلاي في بي فهذا هيعمل العملية الضغط برقم الاولاني هذا اللي دخلته زي ما تشايفين كسترينج في اللي هو البي اللي هو طبعا انت في الحالة هادي اللي هو اثنين طبعا هنا لو حاولت ان انا اطبع القيم هادي هتنطبع اللي هو ناتج عملية الضغط نفس الفكرة بالنسبة للي هو البيج ديسمال طبعا البيج ديسمال هنا اوجدنا الابجكت الاولاني ايه اوجدنا الابجكت التاني بي طبعا الاولاني واحد والتاني اللي هو تلاتة بعدين انا قلت له هنا ايه ضد ديفايد بي طبعا هده هتقسم لي اللي هو الايه على البي هنا الرقم اللي بعديها في اللي هو في الديفايد ميثود بقولي كم ديسمال او كم يعني خانة اللي بسموها كم خانة هتكون موجودة بعد العلامة العشرية طبعا هنا ايضا استخدمنا اللي هو round up يعني استخدم عمية التقريب لا الاعلى في الحالة هذه فمثلا زل output للجملة هذه والجملة هذه هتكون طبعا هذه عبارة عن الجملة او هذا الناتج عبارة عن حاصل الضرب اللي هو الرقم الاولاني اللي هو الA والB هنا فحيكون ناتج هنا اما هنا عمية الديفيجين هتكون ناتج الهو السي واحد تقسيم 3 طبعا كلنا منعف 0.3 لكن هللاحظ هنا في عندي عشرين خانة عشرية موجودة ونعمت round up للتلاتة لانه هذا مستمر 3-3 فحنا عملنا round up معنا تخذنا الرقم اللي هو الاكبر اذا هذا موضوع هو البيج انتجار والبيج ديسيمال هنا في عمية اللي هو طبعا مثال على الفكتوريال طبعا احنا عارفين انه الفكتوريال كقيمة تزداد من ناحية عددية بشكل كبير جدا فلو حابين احنا نوجد الفكتوريال لأرقام عددية كبيرة ربما لو استخدمنا الانتجار طبعا مش هيعطينا اجابات صحيحة لانه هيكون اللي هو اوفر حسينة اوفر افلو في عمية الحسابات لذلك انا ممكن استخدم اللي هو البيج انتجار فمثلا هنا ايه طبعا المين ميثود هندخل قيمة بعدين هنستدعي ميثود اسمه فكتوريال لكن الميثود تحت الفكتوريال بتعمل لبيج انتجار وبتاخد اللي هو long data طبعا هنا بيج انتجار result عرفنا اللي هو result وعطيناها قيمة واحد طبعا الone يعتبر اللي هو constant في داخل كلاس big انتجار زي كان اوجد object مع قيمة وان هي نفس الشغلة هنا بعد ذلك انا بديت في عملي في اللوب حيث ان انا اطلب قيمة اللي هو الفكتوريال عن طريق اللي هو ضرب الارقام زي ما احنا عارفين واحد في اثنين في ثلاثة يعني النتيجة دائما حضبها في رقم جيد فهنا هي اللوب بتنافذ العمر هذا طبعا هنا الresult دات ساوي اللي هي result dot multiply طبعا multiply هنا عملنا new big انتجار كعني بدي اوجد هنا object جديد من ال big انتجار واستخدمت اللي هي القيمة العددية اللي موجودة عندي في اللوب وهنا اضافت لها اللي هو موضوع string بحيث احنا عارفين انه string لما نعمل مع اي قيمة ان كانت عددية او string تاني بيعمل اضافة في بصير هذه القيمة هي واحد مثلا في البداية بتكون اصبحت عندك لانه ال big انتجار هتاخد اللي هو string argument طبعا الاثنين نفس الشغلة هتتحول لstring وحيتم فلاحظ انت الان لو دخلنا خمسين طبعا الفكتوري للخمسين عبادة عن الرقم هذا طبعا رقم هذا باستخدام الانتجار العادي من مستحيل نقدر نحسبه طيب الان نتكلم عن اللي هو string class string class ممكن احنا ماضينا عليه استخدمنا في بعض الحالات لكن بحب نعرف انه string class في عنا فيه 13 constructors في عنا حوالي فيه 40 method كل هاي اللي هو constructors والمثود عساسا هنعمل عمية manipulation لstring بعض الطرق منها انك انت مثلا تحصل على length تاع string انك تسترجع بعض الكاركترز في داخل string انك تدمج two strings مباعد انك تحصل sub string معايم انك تعمل عمية اللي هو comparison او تعمل عمية string conversion او توجد character او sub string في داخل string عمية التحويل ما بين اللي هو string والarray بعدين converting او التحويل ما بين character ونمرك value to string يعني هاي كلها تعتبر بعض اللي هو المثود الممكن تكون موجودة من خلال اللي هو string class خلينا نشوف احنا بعض هذي المثود ونحاول ندرسها بشكل اعمق اذا الان لما انا بدي اوجد string مباشرة احنا ممكن نستخدم اللي هو اللي هو string class بالشكل هذا هنا عرفت new string بده تساوي طبعا قلنا new string هنا نحط عادة string literal طبعا string literal احنا عارفين انه هو عبارة اللي هو constant string يعني شغلة زي هذي فالان قلت له انا string message بده تساوي طبعا new string welcome to java اصبح الان message القيمة string الموجود فيها عبارة عنه welcome to java طبعا هاي احنا عارفين ما بين double quotation هذا يسمى string ومنسمي كنا string literal الجava بتعامل مع string literal كأنه الان اصبح عبارة عن string object طيب عساسي انه استخدامات string كتيرة في الجافا مش بالدورة دايما انه احنا لما بدنا نوجد string نستخدم اللي هو new ممكن بشكل مباشر نقول string message بده تساوي اللي هو welcome to java زي ما احنا شايفين طبعا هذي صحيحة لكن في هناك فرق ما بين التعريف بالطريقة هذي والتعريف بالطريقة هذي هنتكلم عنه شوية ايضا ممكن احنا نعرف برضو array of character وبعد منعرف array of character هذا ممكن احنا نحاول لstring بالطريقة هذي عرفنا اللي هو array of character زي ما شايفين good day بعد ذلك انا عرفت اللي هو message كstring ودخلت اللي هو character array ك argument فعليا احنا لو جينا حبينا نفصل في موضوع string في عنا امو لازم نعرف في عندي اللي هو variable نفسه اللي هو reference variable للstring في عندي string اللي بيكون موجود في داخل او المكان اللي بيكون في داخل memory وفي عندي القيمة تاعة string طبعا هاي ثلاث مفاهيم مختلفة عن بعض لكن عادة احنا يعني تجاوزا لما نتكلم مثلا string عبارة message تمثل string بتحتوي القيمة مثلا good day مقبولة بالنسبة لنا لكن لو حبينا نفصل فيها اكتر message عبارة عن reference variable ل class من نوع string طبعا قيمة good day هاي هتكون عبارة عن مكان في داخل اللي هو memory يعني حين حجزده مكان في داخل memory القيمة اللي في المكان هذا هي عبارة عن مجموعة characters good day زي ما ذكرت انه string variable اذا بشكل اسهول reference to string object that store string value طيب ذكرنا انه strings تعتبر mutable ايش معنا mutable يعني قلنا انه المحتوى تباح ما ما بقدرش انا اغيره طيب خلينا نشوف الكود الموجود امام نا هنا لو قلت له انا جيت عرفت قلت له string s بده تساوي java وقلت له بعد s تساوي هو html ايش متوقع هنا بده يصير طبعا احنا قاعدين نقول انه قيمة هو string او content ما بتغير ش فاللي حيصير فعليا انه ال s حيصير ك reference لل string html طب ايش بده يصير في string java هذا string java هذا بصير موجود لكن يفقد يعني انت فقدت reference له بمعنى لما انا اعمل الشغلة هذي s تساوي html مش معناه انه html حتيجي مكان java كstring يعني حتيحل مكان هلحنا قلنا string طبعا عبارة object يعتبر immutable ما بقدرش نغيره حشان نفهم الامر هذا اكتر خلنشوف الرسمة الجاية هاي عندي انا قلت له string s تساوي java فلما انفذ هذه الجملة اللي بصي عندي فيه عندي reference variable زي ما انتو شايفين هنا اسم s هياخد اللي هو هيعمل object وهذا الobject هيكون القيمة تبعته هي عبارة عن java طبعا القيمة هذه متى ان وجد الobject ما بقدرش اغيرها لانو احنا قلنا اللي هو string يعتبر mutable لا لما ننفذ الجملة التانية اللي هو s تساوي html اللي بصير عندي انه الرابط او reference بلتغى لكن هذا string بيظله موجود عندي اللي هو تعجبه لكن un reference يعني ما فيش اله reference حسنا اقدر اتعامل معه والs نفسه بصير اللي هو يش بيأشر او بتعامل مع اللي هو html هذا الكلام زي ما احنا شايفين اذا معناته ننتبه للشغلة هادي انه انا لما اقول هزة تساوي html مش معاة html بدأ تصير تنحط بدل الجافة لا كل ما في الامر انه reference تاع الاس حسي يتعامل مع اللي هو html اذا the first string object still exist after the assignment but it has no longer be accessed يعني ما كداش نصل لها because variable as now points to the new object احنا قلنا انه strings بشكل اساسي تعتبر immutable وايضا استخدمه في الجافة بشكل كبير وقلنا احنا ممكن نعرف the string عن طريق اللي هو التعريف اللي هو string literal طيب لو كان انا بدأ استخدم اللي هو نفس string literal في اكتر من مكان يعني باختصار انا عايز استخدم نفس sequence بتاع character وحط بين double quotation هاي بنسمي احنا string liter اذا كنت عايز استخدم ها في اكتر من مرة ففي الحالة هذه الجافة طبعا احسن هتحسن اللي هو الاداء اللي هي البرمجي مع انها تحفظ الميموري بقول لك اذا كان string literal الموجود انت بتستخدمه الو نفس القيمة او نفس sequence في character فهي فقط بتخز منه نسخة واحدة او instance واحدة وهذه الانستانس مسميها عادة اللي هو intent اللي هو string خلينا نشوف كيف الموضوع هذا بصير اذا عشان بات بالافكار بديك تحط في بالك شغلة واحدة انه لو انت استخدمت ها ل new مع string مع انت بتوجد كيان جديد دائما اذا استخدام new مع اللي هو string معاته انا بوجد كيان جديد للstring لكن استخدام اللي هو string initializer اللي هو زي ما ذكرنا string literal فانا ممكن او يعني بأوجد انا صحيح اللي هو object او instance لكن اذا كنت عايز استخدم نفس القيمة بتاعت instance هده مرة ثانية فمش حينوجد object جديد وانما حيكون عندي انا نفس الobject خلينا نشوف مثال عساس ان نقدر نوضح الفكرة بشكل افضل اول شغلة هي عندي انا عرفت اس 1 هنا استخدمت اللي هو string initializer زي ما احنا شايفين قيمته او الvalue اللي هي فيه welcome to java فهذا مباشرة هيعمل reference variable reference variable هيأشر على ما كان في داخل memory قلنا وحيعطي له القيمة اللي هو welcome to java الان لو انا قلت له string s2 بدام استخدمت انا new هنا ما اصبح فيه عندي object جديد فيه كيان جديد حين وجد عندي في داخل memory وهذا اللي صار عندي في داخل memory اصبح في عندي s2 مع اللي هو زي ما احنا شايفين اللي هو اخذ نفس value السابقة طيب لو قلت له انا string الس3 بده يساوي اللي هو welcome to java شايفين احنا نفس القيم التالت استخدام او نفس قيم لكن بما انه الان هذا يعتبر اللي هو string initializer وبيحتوي نفس القيمة تات اللي هو welcome to java الاول اللي استخدمنا مع اس واحد معناته مش هيوجد وانما فقط الس3 هيصير يتعامل مع الobject الاولاني هذا فبصير عندي بالشكل هذا لانه الس3 زي ما هشايفين بأشير على نفس لذلك احنا قلنا اذا كان حنا مستخدم مفيش new object بصير عندي انا موجودش object جيد لكن اذا باستخدم فمعناته انا بأوجد object جيد الان لو قلنا هل اس واحد بده تساوي اللي هو اس اتنين طبعا هنا هل هل هيت تعتبر اس واحد بده يساوي اس اتنين يعتبر فولس لسبب انه اس واحد قلنا قلنا عمية المقارنة هنا باستخدام اللي هو ال equal operator بتقارن اللي هو addresses او references فاحنا شايفين اس واحد واس اتنين كل واحد واس ثلاثة اللي هم نفس العنوان اللي هم بقى شروا على نفس المكان لذلك لو تقولوا انا اس واحد سوا ثلاثة حيكون عندي الجواب اللي هو اتو اذا هاي معنات اللي هو الانترند اللي هو اللي هو السترينج او السترينج انشيلايزر هاي طبعا عميت انيميشن لنفس الفكة اللي ذكرناها ولكم توجاه مع اسوار هنا بعدين لما عملنا المعل سيوجد سترينج جديد بعدين لما وجدنا اللي هو الثالث سيكون ريفرانس لنفس الموجود عندي في عنا اللي هو ايضا بعض اللي هو الميثود اللي موجودة من خلال ايضا السترينج اللي الى علاقة في عميت والسبلتينج لسترينج اللي لو كنت عايز مثلا اغير كاركتر بكاركتر تاني في داخل سترينج او اغير سترينج بسرينج تاني او ان نعمل عميت سبلتينج ان نافصل سترينج لمجموعة صب سترينج صغيرة في عندي مجموعة من اللي هو الميثود في عندي مثلا هاي تعتبر الميثود هتاخد اللي هو الولد كاركتر بنوع كاركتر وحتتعطي اللي هو النيو كاركتر وحتجلي طبع السترينج وترجع للسترينج الجديد طبعا نفس الفكرة بالنسبة لربلاس فرست بس بس فرست ستبحث على اول يعني حدوث ل النيو سترينج الموجود عندي او النيو سترينج الموجود عندي فحتعمل اللي هو التغيير في عندي بنسبة لربلاس اول ريتير نيو سترينج اللي هو ماتشنج يعني هتغير لكل اللي هي الماتش اللي هي الماتشنج ل الصب الموجود عندي السبليت طبعا هتغير الاري الاري هده هيحتوي على سترينج كل سترينج هيكون مفصول عن التاني بديلمتر اللي هو عبارة عن سترينج تاني خلنا نشوف من الخير الامثلة كيف ممكن نتعامل مع الجزئ هذي مثلا هيعندي سترينج welcome ضط replace ها في عندي character E اللي هو يعتبر بنسبة اللي هنا alt حعمل replacement بالA فمعات وين عندي E موجودة هنا في داخل هو سترينج هتستبدل ب خطة output عندي بالشكل لهذا لاحظوا welcome زي ما هي ولكن E small letter في عندي بعضه replace first معناته عبارة عن أول حدوث للA للA هنا طبعا E هنا عندي موجودة كstring وين موجود أول حدوث إلها هاي ال E ما عدتو في عندي E هنا اللي حيتغير فقط E الأول لأن قلت له اللي هو first فحترجع لل output بالشكل هذا بدل ال E الأولى طبعا هتنطبع ال W أو هترجع ال W بدل ال E حينحط بدل ال AB وهذه هتكمل هنا welcome replace E مع ال AB هنا هتعمل نفس الفكرة لكن هتغير برضو ال E الأخيرة بالنسبة ل اللي هو replace EL retains the new string طبعا هتبحث وين اللي هو ال EL الموجودة هتحط لبدله AB هنا في نقطة بدي أذكرها إنه بالنسبة لل replace طبعا هاي بتعمل replace ل character أو sub string لذلك هنلاحظوا احنا مرة استخدمنا character ومرة sub string فهي ممكن تعمل replace للكاركتر أو sub string مع sub string جديد أو new character يعني ممكن يكون sub string جديد أو character جديد فاني انتبه للجزئية هذي إنه مش بالضرورة فقط يكون هذي character زي احنا شايفين استخدمناها مع character واستخدمناها مع اللي هو string احضر هنا new مع اللي هو character هنا character string بنسبة للsplitting بالشكل هذا طبعا هنا لاحظوا splitting أنا معاته حاطي اللي هو string وحستدعي split وحاطيها delimiter delimiter بنقصد فيها عبارة عن الفاصل يعني أنا المفهوض إن أنا أخذ string هذا أبدأ أمشي فيه وين وجد الإشارة هذه اللي هي delimiter معاته حعتبر ما قبل عبارة عن string رقم واحد لقيت الإشارة معاته حفص string هذا عن الباقي بحامش كمل حيطبع عندي string رقم 2 بدأت فيه بعد إن لقيت delimiter معاته حتوقف بعد حكمل إلى نصل لنهاية string فالآن المفروض طبعا هاي حطرة جعل المفروض اللي هو عبارة عن three strings ثلاثة string الأول اسمه java والتاني أو بيحتوي java والتاني html طبعا هذول ممكن نطبعهم عن طريق اللي هو اللي هو عن طريق اللي هو اللوب فإذا كان زي ما ذكرت اللي هو عملك سبيرتين هترجع اللي هو array of strings إذا كان هنا عرفت array من strings وسميته tokens فحيكون tokens لزيرو حيحتوي java tokens للواحد حيحتوي html tokens للاتنين حيحتوي بيرل طبعا طبعا هم باستخدام اللي هو print إذا هكي احنا ممكن نعمل عملك اللي هو فصل أو نستخدم split عساسنا التفصل ل string اللي المجل عندي بناء على اللي هو delimiter اللي أنا وضعته من خلال argument إذا مع المثال هذا الأخير في موضوع splitting نكون اليوم هنا محاضراتنا نشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته